الحديث أكثر ينضم إلينا من بغداد الناشط التربوي أحمد الجميل مرحبا بك سيد أحمد لماذا يترك التلاميذ والطلاب مقاعدهم الدراسية وأين رقابة الأهل والمؤسسات التربوية من ذلك تفضل يعني في البدء مساء الخير لكي ولمشاهدي قناتكم الكريمة حقيقة هذا الموضوع المهم والشاق التي تناولت قناتكم الكريمة هذا اليوم جزاكم الله خير الجزا في تناول هذا الموضوع وحقيقة بالنسبة لموضوع تسرب التلاميذ والطلبة هناك أسباب كثيرة نتناول بشكل سريع أهم هذه الأسباب التي ابتدأت حقيقة بالنسبة ما يخص الذكور الذين يتولون المهام في قيادة الأسرة الأمور الاقتصادية في حال ذهاب ولي الأمر المتمثل بالأب أو الأم التي تكون مسؤولة في داخل البيت بالتالي يتحمل مسؤولية هذا البيت إضافة إلى المشاكل الاجتماعية المتمثلة في المشاكل الأسرية في داخل البيت العراقي وبالتالي سوف ينعكس سلبا على التلاميذ والطلبة في هذا الموضوع هذا بالنسبة ما يخص الذكور وبالنسبة ما يخص الإناث حقيقة أنتم تعلمون جيدا نحن مجتمع عراقي مجتمع شرقي أغلب العوال العراقية بالنسبة للإناث في حال توليها مهام أو مسؤولية البيت بالتالي سوف ينعكس سلبا أيضا على العملية التعليمية إضافة إلى هناك عوامل أخرى كثيرة المتمثلة حقيقة اليوم نتناولها بشكل سريع العباء الاقتصادية المالية على العوائلنا الكريمة من خلال المدارس حيث بسبب العداد المتزايدة الكثيرة في داخل المدارس وفي داخل الصفوف مما دفع أغلب العوائل الكريمة إلى التوجه في تعليم أبنائها من خلال التدريس الخصوصي بالتالي هذه العباء اقتصادية مالية تساعد أيضا على تسرب الطلبة وهناك عوامل أيضا عامل مهم أيضا كلش مهم هو انتشار حقيقة الكافيهات بالقرب من المدارس مما يساعد أن يكون محط جذب لتسرب الطلبة والتواجد في هذه الكافيهات وكذلك موضوع الانترنيت الذي أصبح مشكلة حقيقة في العراق بسبب سوء استخدامه بشكل صحيح بالتالي كل الطلبة أبل الأغلبية من الطلبة أن نلاحظ أن توجههم إلى الانترنيت أكثر مما توجههم إلى الدراسة والمواظبة على الدروس العلمية ومتابعة الدروس في داخل الصف كل هذه الأمور جعلت أرض خصبة إلى تسرب الطلبة إضافة إلى أن المجتمعات العراقية يعني اليوم مركز المدينة سيد أحمد ذكرت الكثير حقيقة من العوامل التي أثرت على تسرب الطلبة من المدارس بعضها لك بها حق والبعض طبعا ليس لك بها حق سيد أحمد يعني وزارة التربية تلقي باللائمة على الوضع الاقتصادي وما خلفته كورونا من تداعيات هل هذا العذور منطقي برأيك؟ يعني جنابك الكريم بالنسبة لموضوع كورونا هذا حالة استثنائية كانت نحن اليوم نتكلم عن تسرب الطلبة ليس وليدة اليوم بالنسبة للتسرب الطلبة منذ عشرات السنين وابتدأت التزايد في مرحلة كورونا ولكن اللي أنا أشرت إلى جنابك بي يجب أن يكون هناك أرض جذب خصبة في داخل البيت التربوي يعني اليوم التلميذ أو الطالب يتم توفير له كل الاحتياجات في داخل المدرسة بمحط جذب يعني يكون جذب إلى التلميذ أو الطالب المتوفر منه مثلا على سبيل المثال في مرحلة الابتدائية الملاعب الرياضية أو اللعب اللي خاصة بالمراحل الأولى إلى التلاميذ بحيث يكون له الرغبة الحقيقية في السمرار في السلام المادة العلمية والتعلم لكن اليوم حقيقة وزارة التربية بسبب الأعداد الكبيرة وبسبب قلة الأبنية المدرسية هذا ساهم أيضا في أن تكون عامل أساسي في تسرب الطلب إذن سيد أحمد ما الذي قدمته وزارة التربية يعني كانت قبل فترة قصيرة قد أعلنت عن حملة كبرى من خلال تعاونها مع منظمة اليونسيف لمحاربة تسرب التلاميذ عن المقاعد الدراسية يعني أكيد وزارة التربية يجب أن تذهب في هذا الاتجاه بمحاربة تسرب الطلبة بالتالي حتى ينعكس إيجابا الطلبة وعلى عوائلنا الكريمة مع منظمات اليونسكو أو أيضا في داخل المجتمع العراقي من خلال أن تكون هناك اجتماعات مستمرة في داخل المدارس أو عن طريق المنظمات المجتمعات المدنية أو الشرطة المجتمعية لكن أبرا سيد أحمد قالت أنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من تطبيق هذه الحملة ألم تلمسوا شيء؟ يعني أكيد هناك تدأت بتطبيق هذه هناك شيء واضح ولكن اليوم وزارة التربية حقيقة حتى نكون منصفين أيضا لها إجراءات سريعة في صدد هذا الموضوع من خلال فعل الدور المرشد التربوي في داخل المدارس هذا الدور الكبير للمرشد التربوي أن يستطيع أن يقع على أي مشكلة يتعرض لها التلميذ أو الطالب ويكون جزء مهم من حل هذه المشاكل إن كانت في داخل المدرسة أو في داخل البيت العراقي نعم وزارة التربية لديها نعم إجراءات بصدد يعني منع حالات التسرب للطلبة وإلى التلاميذ ولكن يبقى أيضا مثل ما ذكرت لجنابك الكريم أنه يجب أن تكون أرض خصبة إلى التلاميذ وإلى الطلبة بتوفير كل ما يحتاجهم يعني من خلال تقريركم نعم اللي سمعته أنه من خلال المنح المالية اللي باشرت بها الحكومة العراقية بدفعها إلى التلاميذ والطلبة أيضا ساعد في تقليل تسرب الطلبة إذن الجزء المهم في هذا الموضوع هو المهم اللي هو الحالة الاقتصادية أن استطاعت الحكومة العراقية أو وزارة التربية أن تذلل الصعاب الاقتصادية المالية على عوارنا الكريمة إذن أكيد سوف ينعكس إيجابا على التلاميذ وعلى الطلبة في نهاية المطاف ونذكر لجنابك الكريم أيضا هناك قضية أيضا مهم يعني دور الإعلام الذي يأخذ على عاتقه هذه المواضيع المهمة حقيقة يعني اليوم أحنا أغلب الطلبة اللي يتخرج من الكليات واللي يشاهدون الطلبة الموجودين في المراحل المتوسطة والإعدادية أن الطالب اللي يتخرج من الكليات صعوبة أن يجد فرصة عمل في الوزارات أو في الحكومة العراقية أو في القطاع الخاص أيضا هذا انعكس سلبا عن أن تكون قوة الاندفاع للتلميذ أو الطالب حقيقة أن يستمر بالدراسة بالتالي يعني يقول لك أنا أترك الدراسة أعمل في القطاع الخاص أو أعمل في مجالات كثيرة أستطيع من خلالها أن أتبنى مشروع أن أعين عائلتي في ظل الظرف الاقتصادي اللي يمر بها بأدنى وضحت الفكرة نعم السيد أحمد الجميل الناشط الطيربوي من مغداد شكرا جزيلا لك